أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حبيت أوضح شيء كتير كتير مهم لأنه في كتير أحبائنا مسلمين وكتير من المسيحيين بيتساءلوا عن كيفية التمثل مثلا أسوة أو مثلا أو قدوة إلى آخره فحبيت أوضح في البداية نحن لا نتمثل بشكل المسيح ولا بماذا يأكل أو يشرب أو حتى ماذا يلبس فكل جيله كل عصر له أسلوبه له طريقته فأيام المسيح مثلا الرجل كان عنده لحية أو الشعر بطريقة معينة أو اللباس الكفية أو القلبية أو إلى آخره ومثلا المسيح كان بياكل سمك لأنه عاش حول بحيرة طبرية مكتوب أنه أكل عسل وخبز فهل هذا يعني أنه أنا باكل مثل ما أكل مسيح؟ أكيد شيء حلو جميل أنه أكيد أنه المسيح بيهتم بالخليقة ونوكل أشياء صحية لأنه هذا الجسد هو هيكل للروح القدس ولكن هذا مش كل شيء في حياة المسيحي يعني مش عم بتشوف ناس مسيحيين ماشيين بالشوارع بحاول يتمثل بشكل المسيح يكون شكله مثلا قصة الشعر أو اللحية أو المشي أو الحركة أو إلى آخره يعني بيتمثل بهاي الطريقة طبعا في ناس مكرسة في ناس مخصصة كنذر لخدمة الرب أو دعوة الرب بتشوف مثلا الراهبات في لبس معين أو الكهنة بلبس معين أو حتى القواس القساوسة بلبس في قبة أو لبس معين حتى يبين أنه رجل دين ولكن كل الفكرة وراء الموضوع هو مش احنا منتمثل شو لبس المسيح شو أكل المسيح وين مشي المسيح شو شرب المسيح وين ذهب المسيح بالعكس المسيح علمنا نتمثل مش بالمظاهر الخارجية ولكن بالجوهر أحبائي فإذن أنا مش شرط يعني يكون عند لحية أو ما يكونش عند لحية أكل سمك أو غير السمك أو عسل أو غير العسل احنا منتمثل بشخص المسيح بجوهر المسيح منتمثل بحياة المسيح المتميزة الفريدة منتمثل بصفاته الأدبية الكاملة تعليمه المؤثرة والمغيرة أيضا قال يسوع تعلموا مني علم المسيح عن المحبة عن المسامحة عن تقديم الشخص الآخر عن الاهتمام بالآخرين فهذا مثلا نتمثل في يسوع أو في حياته وصفاته الأدبية مرة تانية قال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني علمنا عن إنكار الذات فأنا أنكر ذاتي لأنه أتمثل في شخص يسوع المسيح المسيح طبعا في حياته لم يبحث عن شعبية بل بالعكس كثير مرات أعطى فرص للآخرين أن يتركوه ولكن أحباء يسوع كان دايما بعلم في الصميم في الجوهر لم يتردد لم يتراجع حازم حاسم بكل أقواله بكل تعليمه في حياته في صفاته في كل شيء كان بيتكلم فيه كل شيء في شخصية المسيح فريدة متميزة فأنا بتمثل في هذه الأمور في حياته في تعليمه في أخلاقياته فهو يعتبر المثل الأعلى متفوق في كل شيء فطبعا كثير هذه التعليم من ناحية تعتبر مثلا لكل واحد أنه يمشي وراها ولكن من ناحية تعتبر تحدي ليه تحدي لأن ليس للمسيح مثيل ومن يستطيع أن يكون مثل المسيح المسيح قال في مثل السامر الصالح اذهب واصنع يعني المفروض الرحمة فروح اعمل الرحمة لما تكلم مع الفرسيين عن اللي بيقدموا العشور قال فيه شيء أهم أنك تصنع الرحمة والحق والعدالة والاهتمام بالآخرين في الأرامل والأطفال والأيتام وكل هذه الأمور هذه الأمور إحنا بنتمثل فيها في يسوع المسيح اهتمام يسوع المسيح في العدالة الاجتماعية اهتمامه في النساء في الأطفال في المجتمعات في الفقراء البحث عن الضالين وهكذا هكذا أتمثل في يسوع المسيح بتمثل في حياته لأنه وعد أنه بدونه لا نقدر أن نفعل شيء ولكن عندما نقبل المسيح ونتوجه ربا ونمتلئ من الروح القدس عندها نستطيع أن نعمل أعمال المسيح كما قال يسوع اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون فأنت بتبتدي تعمل أعمال المسيح لأنه المسيح موجود فيك وطبعا بترس الرسول لما تكلم عن يسوع المسيح قال تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته ولاحظ هون بيتكلم في صيغة الألم والاضطهاد اللي بواجه المؤمن فطبعا يعني احنا بنتعلم انه نمشي وراء المسيح نتمثل بالمسيح في كماله وطبعا ما يكونش عنا ردة الفعل الانتقام والكلام السيء على الاعداء او الدعوات الى اخري فانا بتمثل في يسوع المسيح اللي قال احب اعداءكم اللي علم عن القانون الذهبة انه كما تريد ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا فاذا احبائي يسوع يعتبر مدرسة اتشبه واتمثل في شخص المبارك ولكن حبيت اوضح انه في هذه الامور احنا منتمثل في يسوع مش فيش شو كان شكله متل ما بيقدموه بالافلام او شو كان بياكل او شو كان بيلبس ايه الحاجة المفضلة اليس عجبا انه لاحظ انه كتاب العهد الجديد بالوحي ما كتبوش يعني عن كيف كانت حياة يسوع المسيح في الناصرة برنامجه اليومي الاخره ولكن ابتدأوا من خدمة يسوع المسيح طبعا ما عاد لوقه وما تتكلموا عن ولادة او كيفية الولادة العذروية والتوقيت اللي حدث فيها ميلاد الرب يسوع المسيح مكتوب عن يسوع كان خاضعا ليوسف ومريم مكتوب عنه كان ينمو بالحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس في هذا انا اتمثل بيسوع المسيح في حياته وكماله ايضا فانا بصلي انه هذا السؤال اللي وردني يكون توضيح نوعا ما انه احنا منتبع شخص منتبع جوهر منتبع شخصية فريدة متميزة بيستاهل انه اتمثل فيه ربني باركك وشارك هذا الفيديو اشتركوا في القناة